اوكي شباب شباب عندي السكشن ثمانتعش ثماني بسيط جدا الصحيح بدي منه ثلاث معلومات فقط وما فيش اش حتى نحل ونشتغل ونقيم ونحط السكشن في اش اسمه بكتر ديفرانشل اوبريترز والصحيح هذا ممكن ممكن كلهن حتى اخر سكشن كلهن بسكشن واحد بس ما بعنينا اشاض الكلام كثير قلينا نشوف شو هنه شو يعني الفكتر ديفرانشل اوبريترز يعني عندي بكتر فيلد يا شباب بكتر فيلد اللي سميناه بكتر فيلد اذا بتذكروا اللي هو بي واحد بي اثنين و بي ثلاث طبعا هذولة كل واحد بي واحد بي اثنين و بي ثلاث باعتمد على اكس واي زد فعندي اوبريترز اوبريترز اشتقاق لانا مقدرش اقول عن اشتقاق الصحيح البكتر فيلد اشتقاق العادة اقول والله ديفرانشل هنه اوبريترز لانه بتطبق هنه على مين على المتجهات اول اوبريتر اللي هو النوبيلة هاي النوبيلة هاي يا شباب كل بساطة شو تعنيلي تعنيلي انك تشتقل اول بالنسبة للأكس تشتقل الثاني بالنسبة للواي تشتقل الثالث بالنسبة للزد بغض النظر شو هو بغض النظر شو هو هذا احنا بنعرف مثلا من الكالكولوس ميتين واحد اذا كان عندي اقتران اسمه اف اوف اكس واي زد وبعد اطبق عليه النوبيلة هاي بعطيني الجريديانت هاي صح ولا لا يعني وكانك بدك تقول لي بدي اقول المشتقة بالنسبة للأكس هاي طلع التاريخ المشتقة بالنسبة للأكس مشتقة بالنسبة لواي مشتقة بالنسبة المشتقة بالنسبة لزد بدك تطبقه هاذ على اف لما تطبقه على اف بصير زي ضرب عادي يعني اف اوف اكس واي او زد لما بدخل هاذ شو بصير معناه معناه انك تشتق بالنسبة للأكس اف ضرب عادي وكانك بتضرب ضرب يعني دخل انت بعدين بارشل واي بالنسبة للأف بارشل زد بالنسبة للأف وبطع اللي احنا بنعرف اللي هو متجه اوكي شباب طيب خلي ناجي للتو اوبريترز اللي بهم مني هني ثلاثة الصحيح بس اللي بهمنا بشغلنا اليوم في واحد راحطي فيها مشال حلال والحرام ونظرهم يذكرينه بحال الحياة فيما لوح تشتو برياضيات اول التو اوبريترز اللي بدي اياهم اللي هم الديفيرجنس والكارو الديفيرجنس اوبريتر بسيط وهذاك بسيط بس اني فكرتين لا اكثر ولا اناسو عندي يا شباب اذا كان عندي بكتر فيلد برجع اللي هو في اذكركوا اللي هو في واحد بي اثنين و بي ثلاثة وبدأ افتر اشترط انه هذا قابل للاشتقاق يعني بارشل على الاقل اه ومتصل لا اكثر ولا اقل فرا حصين عندي الاوبريترز التالي والافضل ان اقول قابل للاشتقاق مشان بشكل عام فبكل بساطة لو كان عندي البي اللي هو بكتر فيلد يا شباب ودفرانشابل بكتر فيلد يعني قابل للاشتقاق خلينا نقول اه معنى البكتر فيلد في عندي تو اوبريترز الاوبريتر الاول اللي هو بنسميه الديفيرجنس للبي نرجع لعنوان الاشياء اللي سميته هون الديفيرجنس بسيطة شباب الديفيرجنس بتيجي بتقول لي بدل الابريتر هذا اللي هو الرمز لجريدينت دوت في شباب حط ببالك انه هذا معناه بارشل بالنسبة للاكس بارشل بالنسبة للاي بارشل بالنسبة للازل لما بتعمله دوت مع بكتر فيلد الفكتر فيلد اسمه بي واحد بي اثنين بي ثلاثة لما بتعمل دوت برودك احنا بنعرف انه الاول بالاول الثاني بالثاني والثالث بالثالث فهذا بكل بساطة راح يساوي اليك دال سين للفي الاول يعني اذا بتحبوا اكتبها بلغة ثانية راح تكون بارشل للأول هاي معناها بالنسبة لل اكس زائد بارشل للثاني لان بتعرفوا دوت برودكت العملية بتكون جمع زائد بارشل للثالث بالنسبة للا زائد هيك لما بتضربهم بصير بارشل اكس بالنسبة للا وي واحد بارشل خلا رجعناه في الكوية احنا مشان هاذا نشوفوها لما تيجي تقول لي اللي هالي هو الوبرياتر هاد دوت الفي راح تشتق هذا بالنسبة للأكس تشتق هذا بالنسبة لواي تشتق هذا بالنسبة لا زل اللي هي طبعا موجودة هون مشتقت في واحد بنسبة زل مشتقت في اثنين بالنسبة لا واي مشتقت في ثلاثة بالنسبة نزل. هادو بنسميه. شباب هاد سكيلر. لانو دوت بروريكت بعطيني ايش سكيلر. فبالتالي برضو هاد عبارة عن ايش? سكيلر فيلد. او فيلد. اذا استخدمنا اللفظة هاي مبارك. سكيلر. اه لا اسبع تذب. هاد سكيلر فيلد. مش فيلد. اوكي? الديفيرجنس سكيلر فيلد. اوكي يا شباب. لانو بطلع اخترام بدلات ال اكس والواي. والزد. فبالتالي هو سكيلر فيلد. سكيلر فيلد. والعملية الثانية الكيرل. بكل بساطة. انو انا عندي يا شباب. احنا بنعرف على التو فكتر. خلنا ارجع اذكرك. وعلى المتجهات احنا علمونا زمان بالميتين واحد. ان في عملية الدوت برودكت ما بين متجه. ومتجه. وفي عملية كروس برودكت ما بين متجه. ومتجه. الدوت برودكت اعطيدي اكيد بعطيني قيمة. وهذا بعطيني متجه. لهالسبب هون لما عملت الدوت برودكت بي. الديفيرجنس. راح يعطيني ايش? سكيلر فيلد. يعني قيمة. بس كونه باعتمد على اكس واي. راح يسميه سكيلر فيلد زي ما كنا راح نسمي الهيتش اذا بتذكروا الهيتش الكبيرة. هيتش اف اكس واي اند زيت. طب شو الكارل? الكارل بكل بساطة. نفس العملية بس بكون. النوبلة كروس الفكتر فيل. في احنا بنعرف طبعا. الكروس بكل بساطة راح يساوي لي المحددة. طبعا انا بحبش لاني بكتبش باي و جي و كي يا شباب. فبحط هون هاي زائد. هاي ناقص هاي زائد. برجع بعيد بدي احسب المحددة. بالاول بدك تاخذ الزائد وتلغي هذول. فاني اللي راح اصير معي بكل بساطة. راح اصير معي. اه بدني مشتقة واي. هاي معناه هيك. لما تضرب هاي بها. دي. على دي واي. يعني مشتقة واي للبي ثلاث. ناقص. مشتقة زد للبي ثنين. خلصنا من الكمبوننت الاولى. فاصلة. بعدين الناقص اللي هون. بعدين ما راح تشطه بالصف. والعامو التح. بعدين ما راح تقول بارشل. هاي. ما حاي. يعني بارشل اكس لبي ثلاث. تمام. ناقص بارشل زد لبي واحد. بس في سالب يا شباب. فتطلعوا انا عكس لانه في ضرب بسالب. اوكي شباب. فبتمنى تنتبهوا للسالب اللي هون طبعا. طيب. بعدين اخر شي راح يجي عندي. بارشل اكس للبي ثلاث. ناقص بارشل واي للبي واحد. اوكي. اذا معنا الكرن. ما في جداع تحفظ هاي. بس انت حط الديتير من انتها. هذا طبعا متجه. فبالتالي هذا عبارة برضو عن بكتر فيلد. اوكي شباب. برجة بعيد. برجة بعيد. هذا سكيلر فيلد. هذا بكتر فيلد. فانت بتروح للنبلة. تمام. وهذا عبارة عن بكتر النبلة. برجة بعيد. فيه المشتقة الجزئية لأكس. المشتقة الجزئية لواي. مشتقة الجزئية بالنسبة ل. زد. بعمله دوت مع الفي بسميه ديفيرجنس. بعمله كروس مع الفي بسميه كرن. انتهينا. اوكي يا شباب. العملية بسيطة جدا. طيب. ظل عندي اوبريتر بسيط جدا ما دعطيك وياس صحيح. اه فيه هنا. اخذوه الملاحظات مش نظريات يا شباب. وهي شو بقول له. بقول الكرن للجريديان. يعني اذا كان عندي يا شباب. مثلا احنا بنعرف انه الكريديان لا اقتران. عبارة عن بكتر فيل. يعني تيجي تقول له. الفي. الفي. الكريديان لا اقتران. بثلاثة متغيرات. فتيجي تقول لي. الكرن. لا. الفي. اللي هو بساوي الكرن. لا. الكريديان للأف. this is equal. او this equals اسف. زيرو. كي شباب. وهذا زيرو. بكتر. طلعوا وحاط عليهم متجهة. لانه الكروس بروديكت. بعطيني. بكتر. اوكي. حلو اننا نعرف المعلومة. اذا كان عندي الديريكشن الفي. عبارة عن كريديانت. فالكريديانت. فالكريديان له بدي نساوي صفر. وجربواها. شوفوا رح تطلع معكم. بس استخدموا التعريف. النظرية الثانية. بسيطة جداً بتقول الـ Divergence للكارول الزيرو الـ Divergence شباب الـ Divergence للكارول هسه انت عندك Vector Field شلو متأقرأها هاي عندك Vector Field عملتله الكارول يعني اوجدت النوبلا الـ V هذا الكارول للـ V صح ولا لا اجيت عملتله هذا الكارول اخدتله الـ Divergence شو يعني الـ Divergence عملت النوبلا اللي هو الكارول للـ V يعني النوبلا كروس كروس الـ V هذا بدي يساوي لي الزيرو لأنه الـ Dota Product هون رح يعطيني سكيلر فهذا الصفر العادي يا شباب هايها موجودة هون اوكي شباب بدي تعرفوه بظل عندي جزئية بسيطة بالـ Section هذا اللي هي اللابلاسيان اللابلاسيان هذا بتسمعوا فيه بالـ Partial Differential Equations كثير بجوز اللابلاسيان اللي هو إذا كان عندك Vector Field Vector Field V أخذتله أو حتى F إذا بدك مش Vector Field مش بالضرورة Vector Field إذا كان عندك اقترام بثلاث متغيرات يعني F of X Y و Z تمام؟ يجي تأخذتله الـ Divergence تمام؟ هذا شو بدي يعطيني؟ بدي يعطيني مشتقة الجزئية بالنسبة للـ X مشتقة الجزئية بالنسبة للـ Y و مشتقة الجزئية بالنسبة لـ صح يا شباب ولا لا؟ مظبوط؟ اللي هو يعني 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 بكل بساطة بكل بساطة بكل بساطة هذا اللي هو يعني إيه يا شباب؟ اللي هو صح؟ اللي هو فالـ شو بيطلع عندي؟ عبارة عن متجه يعني فيلد 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 حق المتجهات صح ولا لا؟ طيب إذا جيت هذا الفكتر فيلد عملتله النوبلة دوت يعني أوجدتله الـ Divergence أوجدت الـ Divergence للـ Gradient أوجدت الـ Divergence للـ Gradient هاي شو بتتعطيني؟ إني بدي أعمل له dot product مرة تاني خلينا إذا إذا في مجال خلينا نشوف أساويك إياه تحت ونشوف شو في معي مجال بالصفحة أو معي كثير طالعلي لما بعمل النوبلة الـ Gradient يعني وكاني بقول هون إيش يا شباب هاي؟ بقول هاي الـ Divergence للـ Gradient للـ F هاي بتساوي لي المفروض النوبلة dot الـ Gradient للـ F ولي هي بتساوي لي طبعا الـ Gradient للـ F قلنا هاي شو معناها؟ معناها Partial بالنسبة للـ X النوبلة Partial بالنسبة للـ Y Partial بالنسبة للـ Z ومير 급ى بدUD ويصور بصير الاول بالأول الثانى بالثانى نرمز من القوام بالرمز الظروبية للف زاد لل hommes تربيه للأف معناها المشتقد جزئي للأف مرتين بالنسبة للاكس زائد المشتقد جزئي للأف مرتين بالنسبة لواي زائد المشتقد جزئي للأف بالنسبة لزد مرتين. اكي يا شباب هذا الابلاسيان اوبراتا. اه خلينا اعطيكم مثال بسيط جدا مثلا عندي هذا الاف. له اي قوة اكس واي زي. شو بد يعني بدي اوجد النوبلة تربيه للأف. يعني اذا شفت الترميز هذا. مباشرة شباب بدي افهم انه الابلاسيان اوبراتا. فبالتالي انت بدك تشتق هذا بالنسبة لا ولا في اسل منها. فهذا شو بد يساوي لي. بتجيب الاف. وبتشتقه اول مرة. بتجيب الاف. بتشتقه اول مرة بالنسبة لا اكس. راح يعطيني واي. شباب الصوت حويس. اه واضح دكتور. واي زي. اي قوة اكس واي زي. صح? اه صحيح. بعدين شو راح يجيني. بدي اشتق بالنسبة لا واي راح يجيني اكس. اي قوة ايش? اكس واي زي. بعدين شو بدي يجيني? اكس واي. اكس واي. اكس واي. اي قوة اكس واي زي. صح? هاذ فعليا لقريدينت للاف. صح? فلو مدى اوجد الديفيرجنس يعني بدي اقول هاذ نفسه دوت يعني بدي اشتقه مرة ثاني. وبدي اجمع حنجم. صح ولا لا? مزبوط? مزبوط او لاني غلطاني يا شباب? صح. مزبوط. يعني شو معنى هاذا اصلا? اذا كنت تخذوا على القاعدة هاي. كل بساطة انه معناها انك تيجي تقول لي. تيجي تقول لي انه النوبلة بدي ارجع اشتق هذا يعني اطلع علي. خلني ارجع انا بجوز معجقتها شوي. النوبلة بتساوي لي المشتقة بالنسبة للأكس. بحب استخدم الرمز هذي شباب. هاي معناها المشتقة جزئية لأكس. هاي المشتقة جزئية لواي. الامشتقة جزئية لزي. بدي اعملي هذول مع بعض. شو يعني بدك تيجي على هاد? تذكروا. مع اللي فوق. بتصير جمع. يعني بدك تقول المشتقة جزئية برضو ترجع الا اكس لها. شو المشتقة الجزئي بالنسبة للأكس? هاتثابت بالنسبة لك. بالنسبة للأكس انا راح اصير Y تربية Z تربية E قوة X Y Z. صح? مزبوط? مزبوط ولا انا غلطان يا شباب? مزبوط دكتور. صح يا شباب? مزبوط? زائدا? ايش يا شباب? X تربية Z تربية تربية ها بتتنزل الـ X وبتتنزل الـ Z بتصير X تربية Z تربية E قوة X Y Z زائدا? Y تربية وX تربية والـ E بتنزل نفسها Y تربية بX تربية والـ E بتنزل نفسها. يعني هاي اذا بتكون تطلعوها عام المشترك بظل هذول مع بعض صح ولا لا? لا خنا تأكد منه لا مش حاله والله حاطوا مثال وعساسي نحلو مع بعض شاك نتالكم اوكي شباب هذو حلو بدي اجي يا شباب لجزئية ثاني موضوع اليوم هذول بدي تعرفوهم بدي تعرفوا شو يعني الـ Divergence شو يعني الـ Laplacian شو يعني الكارل بدي اجي جايس اسمه Divergence theorem ومباشرة مخكو بما انه يتكلم عن ايش اسمه Divergence theorem مخكو بدي يروح لمين لا الـ Divergence اول شيء يا شباب هاي النظرية انا بجوز بتعنيني كثير الصحيح كثير بتعنيني بتعنيني اكثر من Stokes theorem اللي راح نوخذها برضو اليوم الـ Divergence theorem بيش بتعنيني شباب اذا بتذكروا مبارح اخذنا ايش اسمه الفلكس صح؟ محاضرة مبارح كانت مخصصة بس لا ايش اسمه الفلكس والفلكس قلنا عبارة عن التكامل على السطرح S لا الـ V الـ Vector Field dot الـ Unit Normal بتاعه D B Sigma صح ولا لا مظبوط او لاني غلطان صحيح شباب مظبوط او لاني غلطان صحيح دكتور مظلوط دكتور مظلوط راح تكون الـ Directive لا راح يعطيني Vector Field ممكن يعطيني Normal واذا ما باعطيني ايش يا انا بجيبه والـ Normal هاد قلتلكم بدييات يجيبوه بالـ X فبالتالي هو غالبا الـ Gradient عطوله اوكي لانه نتكلم عن Scalar Field اوكي شباب فابدنا ننتبه لالاشيح النظرية لطيفة جدا على فكرة هذا اللي كان مغلب المبارح تطلع علي شو بتقول النظرية النظرية اذا كان عندي مجسم يا شباب يعني خلينا اعطيكم مثال بسيط زي مثلا الاصطواني اصطواني مجسم بايداوي ما بتكلم عن سطح يا شباب بتكلم عن مجسم مجسم شو يعني مصمت تماما هو اللي داخله كله فاهمين علي يا شباب لما بتكلم عن سلد السلد شو يعني السلد معناها بالترجمة العربية على فكرة السلد مصمت مصمت بجوز اكثر يعني يعني القشري واللي جوه كله تمام يعني محيطه يعني محيطه يعني القشري خلينا نقول يعني بجوز الاقرب الكرة الكرة يا شباب بلغة الميتين واحد بنسميها المصمت منها بنسمي يعني القشري وما تحتوي بنسميها بول وسفير القشري او كتابنا مبارح يستخدم لفظة شل كان يقول عنها فبالتالي طلعوا الشل خلينا نقول القشري للكرة المصمت الشل رح يكون سطح صح ولا لا مارين والاشياء هاي اللي كنا نتكلم عنها انه سموذ مارين او حتى لو اخذناها بيس واز سموذ زي المربأ المستطيل مثلا او متوازن المستطيل او متوازن المستطيل المصمت برضو بس لما اخذ جوانب جوانب كل واحد منهم سطح وسطح او اللي هو على اقل بيس واز سموذ بيكون كله على بعضه كل سطح سموذ لحاجة او شأن فمن نظرية صح ولو انه بالتطبيق هال اشياء انتم مش مطلوب نكون دقيق فيها كثير اثنين اذا كان عندي داريكشنال فيلد او فيلد ويش كونتون وصل الديفرانش بالهذا منشان يكون قابل للاشتغاؤ لانه بتذكر انه في قواعد لازم اشتغط اثرو او تي من خلال سورة تي دين دا سيرفس انتيغرال شو السيرفس انتيغرال اكتاب نحط هالحالها بس لا انا بدأسميها الفلكس لان هاي الفلكس الفلكس بكل بساطة بساوي التكامل على السطح لل v.n d sigma واللطيف بالموضوع يا شباب اذا كان عندي مجسن مثل ما قلت لكم او solid تمام ف الفلكس من خلاله بيكون عبارة عن التكامل الثلاثي يعني انت ما فيش داعبط اللي هون حتى راح تقول الفلكس بساوي لانو هاذ الفلكس راح تقول الفلكس من خلاله بساوي لي التكامل الثلاثي على المجسم يعني رجعنا لوين لشبت السبعة عشر التكاملات الثلاثية لا مين ها شو سمينا قبل شوية يا شباب لل ال داعبيرجنس لل داعبيرجنس سهلي جدا قاعد بتقول لك الفلكس على على مجسم مصمت بتساوي التكامل الثلاثي عليه طبعا هون ما أخذ الان بالاتجاه الموجب خلينا نقول له بالاتجاه للأعلى صح ولا لا يا شباب أوكي خلينا نحي المثال المثال بيقول للي use the داعبيرجنس تيرام to find the total flux out of the given solid السلد هايو معطيني يا شباب مشاهل ما تقولوش وين السلد البكتر فيلد معطيني يا هون السلد ها طبعا إذا بدنا نرسمه ومش مطلوب مننا وابح الأمور أصلا هو قاعد بيقول لك زدي بتتغير ما بين واحد ناقص اكس ناقص واي واي بين الصفر والواحد ناقص اكس والاكس بين الصفر والواحد فبالتال انت النظرية شو بتقول لك الفلكس بساوي اللي هو v.n هاي ومش قلت لك مش بالضرورة هاي تشوفها بماذا بدو الفلكس راح يكون التغير بx من صفر لواحد يا شباب بواي من صفر للواحد ناقص اكس بزد من صفر للواحد ناقص اكس ناقص واي وجوه شو بدو يجيني جوه وهذا اللي يعني من النظرية شباب جوه واللي هي بتساوي باجعل فكتر فيل اتذكروا شو بساوي للكمبوننت الاولى يا شباب بنشتق بالنسبة لأكس بالنسبة لأكس صح ولا لا معناته بنقول اثنين اكس بعدين بنشتق بالنسبة لواي للتانية وشو بساوي فيهن بجمعهم بجمعهم بالضبط لانو دوت برودة ديروا بالكو بشتق هاي بالنسبة لماين قلت هي للتاني لواي لواي شو مشتق اكس اكس وبعدين باجع هاي شو بشتق بالنسبة لأمين بالنسبة لزد صالب اتنين شو مشتق اي شو بنصف في اكس انا شو اللي ساويته طبعا راح تكاملت بالنسبة لأمين كون ما فيه زدات جوه بكامل بالنسبة لزد طبيعي صح ولا لا شو اللي راح اصير معي اني بنزل هاي ناقص هاي هتنزل هاي صح ولا لا بعدين بدي كامل بدي ادخلهم طبعا بدي ادخلهم بتصير هاي واحد ناقص اكس شباب انا بلاحظت مبارح شغلة يعني هاي واحد ناقص اكس هاي الواي طلعوا واحد ناقص اكس فلذلك اه وزعتها توزيع يعني اكس بواحد ناقص اكس واي ناقص واي تربيع على اثنين هذا لما كامل بالنسبة لأمين هاي شباب تكامل الثاني بالنسبة لأ لا واي لا واي صح ولا لا فلما اكامل بالنسبة لأ واي هذا ليش وزعتين مشان التكامل يصير اسهل الصحيح فدخلت اكس على هاي واكس على هاي فصارت زي كاي طبعا ثابت كله بدلالة الاكس رح تصير تكامل مضروب بالواي بس لما الاكس تدخل على الواي هاي ناقص اكس هاي رح تصير واي تربيع على ثنين برضو نفس المنطق بدي ادخل مين شو بدي اصاوي يا شباب بدي ابدل بدل كل واي بايش صح واحد ناقص اكس واحد ناقص اكس وبدل واي هاي واحد ناقص اكس واحد ناقص اكس مربع مضروبه بايش بايكس بعدين هاي اكس ناقص اكس مضروبه بالواحد ناقص اكس مربع على ثنين طيب هذول هذول نفس الشيء صح ولا لا مزبوط بس ساي على واحد واحد يعني منها وهاي نصها ولاني غلطان مزبوط فالنص بطلع ولما السالب اشارة النص فبيظل نص موجب يعني هون رح يجيني واحد ناقص اكس لكل مربع مضروب بالاكس دي الاكس وهذا التكامل بسيط جدا يا شباب لا بتفكوا يعني بتفكوا هاي بتقولوا واحد ناقص اثنين اكس زائد اكس تربيع مضروبه بالاكس وبتأخلوا الاكس وبتكاملوا بكثير حدود بسيط وبتكاملوه فالنظرية مهمة كثير يا شباب اذا طلب عني على على سلد على مجسم يعني اعطاني تغير اكس تغير واي افرض ان اعطاك حتى كرة اعطاكي شي بالالفاظ اللي اخبناه احنا بغض النظر شو اللي سميناه وسميه سلد مجسم ديروبالك يعني هو سلد ما اخذه كله فانتي بتساوي اعطاك اي مسألة تكامل ثلاثي من اللي اخذناه انزمان لان هون زي ما انك تحسب الحجم صح ولا لا بس هنا مش الحجم جوا جوا في اخترام يعني اذا لما كنا نتعامل مع الماس والاشياء هاي فانتي بتحسب تكامل ثلاثي لا اكثر ولا اقل اوكي شباب اوكي طيب هذا كل شي لهذا الموضوع بدي اوقف التسجيل الصحيح تحملوني ثاني مش بدي اوقف ولا شي لاني بدي ابدأ بالدرس الجديد وتسجيل الجديد اشتركوا في القناة